الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم أهلا وسهلا بكم مع حديث جديد وراوي حديث من الصحابة الكرام راوي حديث اليوم من أهل الصفة وزي ما عرفنا قبل كده أن أهل الصفة هم القوم الذين لا مأوى لهم ولا أهل في المدينة المنورة وكانوا من المهاجرين والوافدين إلى المدينة من شتى أرجاء الجزيرة العربية وكانوا يعيشون على اليسير من الماء والطعام راوي حديث اليوم هو الصحابي الجليل أبو هرير رضي الله عنه أرضاه يقول عن نفسه لقد رأيتني وإني لأخر ما بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حجرة عائشة يقول الناس مجنون وما بي إلا الجوع كان يخر في هذا المكان رضي الله عنه أرضاه وكان يشد الحجر على بطنه من شدة الجوع وفي يوم من الأيام رأى معجزة في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي هرير رضي الله عنه قال والذي لا إله إلا هو إن كنت لأعتمد بكبدي على الأرض من الجوع ولقد قعدت يوما على طريقهم الذي يخرجون فيه فمر بي أبو بكر فسألته عن آية من كتاب الله ما سألته إلا ليشبعني فمر ولم يفعل حتى مر بي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم فلما رأى ما بوجهي وما في نفسي قال أباهر فقلت لبيك يا رسول الله وسعديك قال الحق فلحقته فدخل إلى أهله فأذن فدخلت فإذا هو بلبن في قدح فقال لأهله من أين لكم هذا قالوا هدية فلان أو قال فلان فقال أباهر إلحق إلى أهل الصفة فادعهم وأهل الصفة أضياف لأهل الإسلام لا يؤون إلى أهل ولا مال إذا أتته صدقة بعث بها إليهم ولم يشركهم فيها وإذا أتته هدية بعث بها إليهم وشركهم فيها وأصاب منها فسأني والله ذلك قلت أين يقع هذا اللبن من أهل الصفة وأنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلقت فدعوتهم فأذن لهم فدخلوا وأخذ القوم مجالسهم قال أباهر قلت لبيك يا رسول الله قال خذ فناولهم قال فجعلت أناول رجلا رجلا فيشرب فإذا روي أخذته فناولت الآخر حتى روي القوم جميعا ثم انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع رأسه فتبسم وقال أباهر بقيت أنا وأنت قلت صدقت يا رسول الله قال خذ فاشرب فما زال يقول شرب حتى قلت والذي بعثك بالحق ما أجد له مسلكا قال فأرني الإناء فأعطيته الإناء فشرب البقية وحمد ربه صلى الله عليه وسلم جزى الله عنا أبا هريرة خير الجزاء رضي الله عنه أرضاه وجمعنا به عند حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوسي الأعلى والآن مع حديث اليوم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث إذا خرجنا لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا طلوع الشمس من مغربها والدجال ودابة الأرض صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الرسول صلى الله عليه وسلم شديد الحرص على أمته من الأولين والآخرين فهو رحمة للعالمين يقول صلى الله عليه وسلم ثلاث آيات إذا ظهرت لا ينفع إيمان كافر ولا توبة فيغلق باب التوبة أولها طلوع الشمس من مغربها وهو أن تخرج في يوم معلوم عند الله من المغرب على غير العادة من المشرق وثانيها الدجال فهو المسيح الأعور ونخلي بنا سمي المسيح لأنه مسيح العين أعور وهو فتنة كبرى لكل من شاهده وللوقاية من شر المسيح الدجال نتبع لاته أولا حفظ فواتح سورة الكهف يعني أول عشر آيات من سورة الكهف من فضلك افتح المسخف وقرى معايا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمد لله بسم الله الرحمن الرحيم والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أول فتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم تاني حاجة الدعاء عقب التشاهد الأخير اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال تالت حاجة الفرار من الدجال وعدم الذهاب إليه ويفضل سكن مكة والمدينة المنورة فهو لا يستطيع أن يدخلها بإذن الله وآخر شيء معرفة أسماء الله وصفاته فهو أعور والله ليس بأعور وهو يراه البشر قبل الموت والله لا يراه أحد قبل الموت تالت حاجة هي دابة الأرض فهي دابة تخرج من الأرض فتخبر وتوضح المؤمن من الكافر ومعلوم للجميع أن المؤسود من قطاع التوبة هو خروج جميع العلامات الثلاثة وليس واحدة لأن الدجال يصبق خروج الشمس من مغربها ومعلوم أن المسيح عيسى بن مريم يقتل المسيح الدجال ويكون عهده عهد إيمان وتوحيد للبشر جميعا إلى أن يشاء الله بموت عيسى بن مريم ثم يظهر أشر الناس وعليهم تقوم الساعة والله أعلم زمان أعلمونا في المدرسة أن المجموعة الشمسية بتتكون من الشمس في المركز وحواليها مجموعة الكواكب بالدور حوالين الشمس الكلام ده كله طلع غلط قال الله تعالى في كتابه الحكيم للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون صدق الله العظيم المجموعة الشمسية بتتكون من نجم مشاع اسمه الشمس وتمن كواكب معتمة يعني ظلمة بتستمد من الشمس الحرارة والدوق الأرض اللي لونها أزرق ترتبها في البعد عن الشمس رقم 3 لو كانت أقرب الحرارة كانت هتحرق كل أخضر ويابس ولو كانت أبعد كنا هنموت من البرد دي حركة الكواكب حوالين الشمس اللي احنا درسناها في المدرسة خلينا نبعد ونشوف حركة المجموعة الشمسية من برى مجرتنا اللي هي مجرة ضرب التبانة سموها ضرب التبانة علشان بالبان في الفضاء طريق أبيض من التبن بسبب ملايين النجوم المشاعة اللي الشمس واحدة منهم لاحظ معي حركة كوكب الأرض اللي لونه أزرق والشمس اللي لونها أصفر سبحان الله اللي احنا درسناها في المدارس مجرد حركة ظاهرية للكواجب حوالين الشمس لكن الكرآن وصف الحركة بشكل دقيق جدا الشمس بتجري والكواكب حواليها كأنه بالضبط موج البحر إزاي الكرآن قدر يوصف الحركة دي سبحان الله الشمس بتحتاج 250 مليون سنة عشان تلف لفة واحدة في مجرة ضرب التبانة متخيل حجم المجرة قال تعالى لا الشمس ينبلي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وقال تعالى وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجر مسمى صدق الله العظيم السؤال إزاي النبي صلى الله عليه وسلم عرف الحقيقة دي أكيد الكرآن ده وحي من الله سبحانه وتعالى الكرآن لم يتحدث عن دوران الأرض لكن تحدث عن الحركة التموغية قال تعالى ألم نجعل الأرض كفاتة كفت الطائر معناها أسرع وتقلب في الطيران وهي نفسها حركة الأرض ده شكلها الحقيقة المؤكدة إن إحنا سكان كوكب اسمه كوكب الأرض في مجموعة اسمها المجموعة الشمسية في مجرة اسمها مجرة ضرب التبانة في كون ليه خالق واحد عظيم مبدع ومسيطر هو الله على أين تكبر وإزاي نرفض هداية ربنا لينا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع وآسف جدا على الإطالة ياريت كلكم تعملوا شير للفيديو علشان تعوم الفئدة وياريت كمان لو تعملوا سبسكرايب ولايك وشير للفيديو على اليوتيوب وياريت لو تزوروا صفحتنا على الفيسبوك كل يوم حديث هتلاقوا الرابط تحت والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة